ازايكم يا بنات عاملين ايه يا ربي تكونوا كلكم بخير النهاردة جبتلكم وصفة قوية جدا جدا للبشرة هنعالج بيها مشاكل عديدة واهمها واول حاجة في الوصفة بتاعتنا انها بتعالج الهالات السودة بصورة رهيبة جدا جدا وبتزيل كمان التجعيد حول العين وبتزيل اسمرار البشرة وخصوصا البنات اللي بتعرض بشرتها لاشعة الشمس باستمرار اتمنى يكملوا معايا الفيديو للنهاية لان الوصفة بتاعتنا بصراحة جبارة جدا جدا بتفتح البشرة بتزيل التجعيد وبتزيل الهالات السودة بصورة فورية الوصفة اللي معانا النهاردة هنستخدم لها عشبة طبعية 100% العشبة الجبارة اللي معانا النهاردة هتزيل كل المشاكل اللي انا قلت عليها بفضل الله بس اهم حاجة تستخدمي الوصفة زي ما هقولك بالزبط في الفيديو وبالطريقة اللي انا هقول عليها قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا حطونا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان نوصلكم مني اشعار بالفيديوهات الجديدة دايما ويلا بينا حبيبي علشان اقولكم ازاي نعمل الوصفة الخطيرة اللي معانا النهاردة اول حاجة هنبتدي نجيب البولة بتاعتنا علشان نجاهز فيها الوصفة تابعوني خطوة خطوة وابدأوا اعملوا الوصفة معايا زي ما هقولكم بالزبط احنا هناخد العشبة اللي معانا عشبة الكزبرة الخضرة الكزبرة الخضرة دي خطيرة جدا جدا يا بنات وغنية بفيتامين دال طبعا فيتامين دال مهم جدا جدا للبشرة احنا هناخد اوراء الكزبرة الخضرة بالشكل ده كده انا مش هاخد العود الاخضر لا انا عاوزة الورق بتاع الكزبرة بس العود اللي انتوا شايفينه ده مش هنستخدمه في الوصفة بتاعتنا الكزبرة الخضرة موجودة في السوق ورخيصة جدا جدا لكن القيمة بتاعتها بصوا غالية جدا 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 اللي هيستخدم الوصفة بتاعتي ويشوفي النتيجة هيعرف اني فعلا الوصفة دي لا تقدر بميل هبتدي ان انا اخد اوراء الكزبرة الخضرة بالشكل ده كده هتاخد حوالي يعني حزمة صغيرة خالص ادي اللي معايا في الفيديو يعني تقدر ان انت تحجميها او تقدري كده باديكي الاوراق اللي انت هتستخدميها هبتدي ان انا اقطف الاوراق كلها بالشكل ده كده عايز اقول لكم ان اي حاجة فيها خلاصة البقدونس الاخضر مفيدة جدا جدا للبشرة بوتوكس طبيعي للبشرة ازالة الهالات السودة بيزيل التجعيد بيزيل الكرمشة اللي بتبقى موجودة تحت العين والجبهة بيشد الجلد بصورة كبيرة جدا جدا بيفتح البصرة فبصراحة هو فويده كتيرة جدا انا هكتفي بالكمية اللي معايا دي والعود الاخضر اللي معايا ده انا مش هستخدمه هبتدي ان انا اجيب مكون كمان المكون اللي معايا ده برضو قوي جدا جدا في تفتيح البشرة وازالة المقربات اللي بتبقى موجودة على البشرة وتفتيح البشرة هنبتدي نجيب شرحتين من الليمون تقدر ان انت تجيب لمونة وتاخدي نص الليمونة وتقطعيها قطع صغيرة انا اخدت نص الليمونة واطعطاها شرحتين بالشكل ده كده يعني الوصفة بتاعتي بصوا انا استخدمت فيها نص الليمونة واحدة فقط هبتدي اخد الشرحتين دول وهقطعهم كده بالمقص او بالسكينة لقطع صغيرة طبعا انت لو بشرتك بتتحسس من الليمون هتستبعيدي الليمون وتاخدي بشر الليمونة كاملة هتبشوري الليمونة في المبشرة وتاخدي القشر بس وتحطيه في الوصفة بتاعتك لكن لو انت بشرتك بتحطي عليها عصير الليمون وما بيجراش اي حاجة هتستخدمي الوصفة زي ما انا عملتها بالظبط هبتدي ان انا احط كوباية من المية على الوصفة بتاعتي كوباية مية فقط بس على اوراق البقدونس الاخضر وشرحتين الليمون اللي انا اطعطوهم بالشكل ده كده هبتدي اخد الخليط الجبار ده على نار هادية لمدة خمس دقايق هتحطيه في بولا وتغطي البولا وتسيبيها على النار لمدة خمس دقايق بس يا بنات ناخد الخلاصة بس منها وهرجع لكم وصحة بايب قلبي انا حطيتها على النار لمدة خمس دقايق وغطيت البولا بتاعتي وده شكلها هبتدي بقى ان انا اجيب الصفوية بتاعتي وهصفي الخليط ده كله انا الوصفة اللي انا هعملها هاخد منها بس الخلاصة بتاعة البقدونس الاخضر مع الليمون خلاصة جبارة عايز اقول لكم ان راحتها حلوة جدا جدا هنعمل منها زي ما قلت لكم وصفتين هنستخدم المحلول اللي معايا ده هنستخدمه في وصفتين للبشرة زي ما قلت لكم ده الخلاصة بتاعة البقدونس والليمون هبتدي ان انا احطها في جزئين يعني انا هقسم الكمية اللي معايا دي لجزئين زي ما قلت لكم هنستخدمها في وصفتين فانا هجيبي الكوباية بتاعتي وهاخد نص الكمية وهركنها على جنب كده علشان اقول لكم هنعمل فيها ايه في الفيديو واحنا مع بعض هاخد نص الكمية اللي اه طلعت معايا بالشكل ده كده محلول جبار يا بنات بيزيل التجعيد بيزيل الاسمرار بيزيل الهالات السودة غسول وطنر طبيعي جدا جدا تقدر تستخدميك غسول وطنر للبشرة تمام كده انا كده اخدت نص الكمية هبتدي اركن دي كده بس على جنب وهقول لكم هنستخدمها في الجزء اللي معايا في البولة هنبتدي نحط عليه آآ مكونين هيقاو الوصفة بتاعتي وهيخل الوصفة بتاعتي تبقى كاملة مكملة هنبتدي نجيب اللبن المجفف او اللبن البودر هناخد منه معلقة صغيرة لو مش متوفر عندك اللبن البودر تقدر تستخدمي الحليب العادي بس يفضل اللبن البودرة انا هيخد منه معلقة صغيرة هو قريدي الكيس فيه حوالي معلقة صغيرة فانا هفضل الكمية اللي معايا انت هتستخدمي معلقة صغيرة من اللبن البودرة وهقلبه كويس جدا تدويبي اللبن في المحلول بتاع البقدونس واللمون بالشكل ده كده هنضيف عليه برضو مكون كمان هيقوي الوصفة والمكون ده بصراحة برضو بيفتح البشرة بصورة راهبة جدا جدا وبيزيل اي اسمرار او بقعدكنا موجودة في البشرة هو الناشا الدراء الابيض او الكورنفلاور ناخد منه معلقة صغيرة وندوبها برضو كويس كده بالشكل ده كده نقلبهم كده كويس كده تمام هنبتدي ناخد الوصفة بتاعيتنا على نار هادية لمدة برضو 3 دقايق او 4 دقايق ما تقطريش لان احنا عايزين الوصفة تبقى كريمي معايا خالص ما تبقاش متماسك قوي لا احنا عايزينها كريمي تبقاش تقيلة هحطاها على نار هادية لمدة 3 دقايق وهرجع لكم علشان اوريكم القوام اللي انا عايزة اوصله وصحبيبي ده القوام اللي احنا وصلنا له ما بيبقاش متماسك قوي ولا سايل قوي بالشكل ده كده بمجرد ما تحطيها على النار دقايقين 3 ترفعيها من على النار على طول هبتدي ان انا افرغها في البولة بتاعتي او في بطرمان يكون صغير خالص تبدأي تحفظي في الكمية دي وهقولك ازاي تستخدمي الكمية وازاي لو بيقي معاكي خليط تحفظي لمرة تانية تستخدمي فيها الوصفة ده الكريم الجبار القطير يا بنات غاني جدا جدا زي ما قلتلكم اوراق البقدونس رخيصة جدا جدا لكن الكريم ده لو جيتي تقدري بمال لا يقدر بمال نتيجته رهيبة جدا جدا بيزيل تجايده والاسمرار والهالات السودة تقدروا تجربه يا بنات وعلى ضمانتي هنستخدمه ازاي هنبتدي ناخد الكريم ده على بشرة نضيفة ندهنه على بشرتنا لمدة تلت ساعة نسيبه على البشرة لمدة تلت ساعة وبعد كده تخسيل بشرتك وهقولك تعملي ايه بقى بالمحلول اللي معانا في الكوباية الكريم ده هنستخدمه يومين وربعات تستخدميه مرتين وربعات وبعد ما تستخدميه تخسيل بشرتك والمحلول اللي معانا في الكوباية هتجيبي بخاخ يكون نظيف ومتعقم وتبدأي تحطيه في البخاخة وتستخدميه يوميا على البشرة قبل ما تنامي كل يوم قبل ما تنامي ترشي على بشرتك من المحلول ده وتنامي والصبح بصي هتصحي تلاقي بشرتك من وراء زي ما قولك كده ترجي البخاخ كويس جدا وترشي على بشرتك قبل ما تنامي هتصحي الصبح تلاقي بشرتك بتنور بدون بقعدكنا ولا هالات سودة ولا اسمرار ولا بصي اي مشاكل خالص وكمان التجايد هتختفي من بشرتك بصوا خطير يا بنات هتمنى تجربوا الوصفة زي ما قلتلكم بالظبط تستخدموا التونر او الغسول او زي ما تسميه وبصراحة خطير جدا جدا والكريم زي ما قلتلكم تستخدموه يومين وراء بعض في خلال الاسبوع يعني تستخدميه يومين وتوقفي وفي بداية الاسبوع الجديد تستخدميه يومين وتوقفي ازاي بقى تستخدمي باقي الكمية لو فضل معاك هتحطيها في بولا او في بطرمان نظيف ومتعكم وتسيبيه في التلاجة وتاني يوم هتبدأي تحس ان هو اتماسك معاك او متماسك شوية هتفكيه بمعلقة مية ورد وتستخدميه عادي جدا على البشرة والتونر يستحسن ان انت تسيبيه في التلاجة وتستخدميه يكون متالج او يكون سائع علشان يفيد بشرتك هتمنى تكون الوصفة عجبتكم لو عجبتكم الوصفة انتظريني فيديوكم اشتركوا في القناة